لما بنتي تيجي تقول لي والله انا حس بان الولد فلاني دوت عينه مني او الولد دوت معرفش بالمصطلح اللي هما بيقولوه بيكراش علي مسلا فيا لو لازم نعلمها بقى ان الكلام ده هنسمعه انا مش بقول للناس الاولاد يتجرقوا على الاخلاق القيم وقولوا كده لكن هنعمل ايه انا بتكلم عن الواقع عشان ما ننفصلش عن ده فاحنا نسمع فنعلم اولادنا ببساطة خالص ان مش كل حاجة بنتصورها ولا بنحس بيها بتكون حقيقة طبعا نعرف ده امتى لما اولادنا يتكلموا فنتكلم فاولادنا يحسوا ان الحكاية مش جامدة اولة بتتخبى احنا مش لازم نلاقب ولا نفتش لازم نستمع لكن التجسس والتحسس يا سادة مش تصرف تربوي ابدا ابدا مش تصرف تربوي لان الاولاد لازم يتعلموا في الاساس ان المراقبة هي مراقبة الضمير الضمير اللي هو جاي من النفس اللوامة النفس اللوامة المعتدلة اللي هو لا هتجلد ذاتك ولا انك انت هتستبيع وتسيب القيم فاحنا لازم ننشط الضمير عند اولادنا لان الضمير دوت هو طوق النجاة اللي هيتمسكه به اللي هو الضمير في الحقيقة احد تجليات قولي تعالى يثبت الله الذين امانوا بالقول الثابت ان الولد يتمسك الضمير دوت احد تجليات تسبيت الله فلازم اتعامل مع ابني على انه عبدي لله ولازم اكرس فيه ان فيه معاملة بينه وبين ربنا وان ربنا سبحانه وتعالى بيحبه ودايما بينظر اليه ربنا لا يهمله وان نظر ربنا دوت هو لازم يتمسك به وان ربنا مش متربس به ده ربنا بينظر ايه نظر الود والمدد فيتعلم الحق من الله ويتعلم ان هو ترعمه ومش واحده وعشان كده لما نشوف في كلام الصالحي نشوف حاجاتها اللطيفة قوي سيدنا الحارس المحاسب يعلم سيدنا السليل سقط ثلاث جومة بس وبعد كده سابوا ينطرق في الحياة فاصبح من كبار الله يراني الله يسمعني الله معي فبعد كده ايه اللي حاصل بقى من كبار الاولياء عشان سابوا يعيش مع ربنا ما تدخلش في ما بين ابنك ومبين المؤولاء احنا بنظن ان اولادنا لا يدركوا القيم العليا والله ما حقيقي لا انا بأؤمن بمسألة الطفل المعلم لان الطفل ده حديث عهد برب فالاصل ان اولادنا مش بس خطائين الاصل ان اولادنا كمان فيهم نور بس احنا محتاجين نحافظ على النور ده الاصل التالت اولادنا ليهم كرامة وعرض زينا زيهم بالزبط فاهدار الخصوصية بيكون فيه في بعض الاحيين اهدار لكرامتهم وعدم احترام خصوصيتهم ده جور على حقهم فواجب ان احنا نحافظ عليه وعشان كده محافظتنا على خصوصية اولادنا لان الحفاظ عليها من اهم الامور اللي بتساعدهم على الاتزان والشعور بالمسئولية انه مسئول انا عندي خصوصية اه فانا مسئول عن نفسي حتى لو كنت وحدي ايه الاجراءات بقى اللي ممكن نعملها وتنشط عندنا احساسنا بخصوصية اولادنا خلي عندنا اداب بسيطة تحافظ على احساس اولادنا بالخصوصية زي انك لما تدخل عليهم وددهم تخبط قبل ما تدخل خبط يا سيدي استئذان زي ما ربنا علمهم ان هما يستئذنوا علينا ما كانش المقصود ان هما نعلمهم ان هما يستئذنوا علينا واحنا ما نستئذنش عليهم لا احنا كمان نستئذن على اولادنا انا عارف في فو واحدة يقول لي انا استئذن على ابني طب اعرف ازاي اذا كان هو بيعمل حاجة وحشة اه يعني انت عايز تدخل على ابنك فجأة فيخب الحاجة الوحشة اللي بيعملها فيبقى بيعمل حاجة وحشة وكمان بيداري عليك وما عندوش ثقافة ان هو يتحور معك برافو عليك انت كده عملت حاجة كويسة ويا سيدي لو خبطت عليه وسطر الحاجة اللي عنده طب هو بيتستر بسطر الله ولا انت عايزه يبقى انسان يشعر بان هو مفضوح خبط عليه مش تخسر حاجة والله هيحس كده ان هو كريم هيحس كده ان هو عزيز فلما تيجي المعصية ترخصه يقول انا مش عاصي ربنا لاني انا حاسس بالكرامة من بين اهلي فانا مش هرخص نفسي بالمعصية تاني حاجة اتكلموا مع اولادكم واسمعوهم اسمعوهم كتير اسمعوهم اكتر ما تتكلموا اسمعوهم لحد ما يحسوا بالاحتواء والامان وانكم بتحاولوا انكم تفهموهم مش تحكموا عليهم اسمعوهم لحد لما هم يحسوا انهم مليانين بالحنان شبعوا حنان حاسين بان هم متدفيين عشان البرد جوه القلوب بيخلي الاولاد وخاصة البنات الصغيرين يدوروا على الدفء برا وتمن الدفء برا البيت غالي اوي تمن الدفء برا البيت في حاجة اسمعوها الاحتواء البديل فالبنت الصغيرة لما جات ومسكت بييد حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ايه اللي حصل حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيديه ايديها فمشت بيه في طرقات المدينة ففضل سيب لها ايديه لغاية ما تركت ايده الشريفة فقال لها اراضيتي شوف الكمال لا سألها انت واندياني فين ولا جايباني منين بنت طفلة صغيرة موسيقى